طيب ده لما يبقى في الواقع المصري على ذكر الفلوس بقى وإغراءاتها متسبي الجنوب الأفريقي وراجل ملياردير رئيس الاتحاد الأفريقي في الجمعية العمومية للكاف اللي كانت في تنزانيا امبرح الحقيقة الراجل طلع بمشروع كبير جدا لتتشين بطولة كبيرة دور الصبر الأفريقي وهنا برضو علامة استفهام لأنه في بطولة في أفريقيا مجموعة جوائزها تبقى 100 مليون دولار جنيه ولا دولار 100 مليون دولار جوائز أو شاملة جوائز البطولة شكلها خطوة كويسة لكن بطنها العزاب جاية العوائد يعني كل المتخصصين بيستغربوا أن في بطولة هتجيب دخل ده المفروض أن الاتحاد مش هيخسر الاتحاد هيكسب لأنه عشان ينظم بطولة يصرف على جوائزها 100 مليون دولار هتتوزع مجرد المشاركة هتاخد مليون دولار مجرد المشاركة البطل تقريبا هياخد حوالي 12 مليون دولار يعني أنت عايز تقترب من قيمة المسابقات الأوروبية هذا حميد ولكن الكريح جدا تغطيت ده منين أولا لأ تغطيت ده منين هو عارف ممكن يقدر يسوق مؤكد حيبقى فيها مراهنات مراهنات مؤكد المراهنات في دور السوبر الأفريقي الجديد ما هو هتقول لي هتغطي 200 مليون دولار منين إزاي إنما اللي أخطر من الفلوس الوقت أنت من أين ونحن خلاص اللعيبة بتاعتنا نرتكب في حقها جريمة كبرى صحيا استهلكوا مزاجيا استهلكوا اجتماعيا استهلكوا أسريا كتير منهم عندهم مشاكل الرجل المواطن الذي يتابع متجن من المشاهد اللي بيشوفها غير منطقية في إدارة هذه المسابقات هتحل كل ده إزاي وحتجيب الوقت منين وعلى حساب إيه لازم قبل ما تحطيلي المسابقة تجاوبني على الأسئلة دي هو هيعمل إيه يعني احنا شرحناه لكو أكتر من مرة بس مدام طلع بيها إعلان رسمي من الرئيس الاتحاد الأفريقي هقول لكم هو هينزم أفريقيا لثلاث مجموعات والسبب الحقيقة غير المعلن عند الأشقاء في أفريقيا إنه الشمال مسيطر على البطولات إنه لما بيبصوا بيلاقي المربع زهب في دور الأبطال مثلا بقالوا كم سنة كله في شمال أفريقيا نادرا أو أولايا لما فريق يدخل زي سانداونز أو القطن الكاميروني يعني كل شوية حد يناوش من بعد أو مازينبي لكن يبقى ثلاث مقاعد على الأقل من الأربعة في المربع زهبي من أنديت الشمال واللقب غالبا في احتكار شمال يبقى له سنوات طويلة إذا ما كانش للأهل لفترات أكتر يبقى للترجي يبقى للوداد يبقى للرجاء يبقى للزمالك مش خارج بره المنطقة دي بدأ يفكر إزاي يضرب سطرة الشمال ونفوزه وقوته فقال لك هنقسم القرى إلى ثلاث مجموعات جغرافية آي أنديت الشمال وأنديت الوسط وأنديت الجنوب كل منطقة جغرافية تمن أندية منها هيلعبوا مع بعض زهابوا إياد طب في الشمال الأفريقي مثلا عندنا مين قال لك في مصر ومش مد على فكرة الدولة حق اختيار يمثلها ما فيش حاجة اسمها عشان بطل الدوري ولا بطل الكاس ولا تاني الدوري هو رايح للأكثر شعبية في حدد عايز من مصر لألو الزمالك وعايز من المغرب الرجاء والوداد وعايز من تونس الترجي والنجم الساحلي وعايز فريق من الجزائر وفريق من ليبيا قادة تمن أندية هيلعبوا مع بعض رايح جاي يعني دورين فيطلع الخمسة وهكذا هيحصل في الوسط وهكذا هيحصل في الجنوب كل مجموعة هتصفي مع بعضها كل مجموعة 8 أندية يعني 24 دولة مشاركة كل منطقة هتنافس مع بعضها رايح جاي هياخد من التمانية 5 عندك 14 مباراة هنا يعني من التمانية أنت عندك 14 مباراة بعد كده أنت هتعمل هتاخد الخمسة الأوائل في كل مجموعة أفريقية دول 15 وهتاخد أفضل 6 قادة 16 الستاشر نادي دول هيبدأوا بطولة من جديد بطولة من جديد أرعة ورايح جاي لغاية الدور النهائي 16 يبقى عندك ده كله من نوك قود ما نبكلم من نوك قود رايح جاي عندك 4 مطشاط عشان توصل للفاينل رايح جاي 8 مطشاط وعندك 14 22 مباراة من 20 ل 22 مباراة 22 مباراة هي 22 عندك هيتحطوا فين وإزاي هنقول التقسيم الجغرافي في البداية حيبقى لطيف لأن المسافات تقسمتها جغرافيا ما فيهش العذاب لكن أول ما هتبقى 15 نادي الكوتشينة هتتفنط أو 16 نادي وحيبقى الجنوب والوسط والشمال مع بعضي هنبتدي المعاناة بقى بس بقى في البداية من دور 16 مش هتقابل ابن منطقتك تاني ما هم ما ده الخطورة بقى ايوه ليه لأنه هتسافر المسافات بقى كل نادي بس فنيا هيبقى أفضل انت احنا بنش بتكلم فنيا دلوقتي أستاذ براهيم انا بتكلم يعني جدوى الجدوى وواقعية تنفيذ الأمر هترجع للمعاناة انت هتلعب ماتشاط فيها سفريات طويلة بقى وكل ما تكسب بتتعاقب اه بتاخد فلوس وبتتعاقب انك بتستهلك وهو ده اللي حصل دلوقتي بالاضافة الى المسابقة التقليدية دور الأبطال هيرجع للنظام الأولاني القديم بتاعه لو ما فيش دور المجموعات نوكاوت كله نوكاوت ما فيش دور المجموعات فيه طب نوكاوت ده هيبقى مليء مليء بالمفاجهات لانه حاوله الكاس مش حاولوش لدوري واخد بالك هتبقى مصابقة هزيلة واخد بالك تحتمل اي نتائك فهو شوية شوية حيخلص عليها ويدخل السوبر السوبر هنا بقى عندما يتبناه الاتحاد الافريقي هذا انتصار لمين متسب انفنتينو اه طبعا انفنتينو معرفش يمررها في أوروبا فعاز يبتديها بنموذج وكأننا في إيران التجارب يجرب في أفريقيا اذا نجحت ما هو الناس نظامتها بإمكانات أقل من إمكاناتنا جايين تقولونا احنا لأ ليه يا ساز براهيم الموضوع برا ده بيأكد اللي احنا بنقوله money talks والفلوس الفلوس هنا بكل ألوانها المضيفة موجودين لتنين مع بعض بس الاتحاد الأوروبي بيحاول وقدم رؤوس كبيرة جدا قطع بيها في قضايا فساد مختلفة وبيشاور سواء حكام سواء إدارين يعني بلاتر غير بلاتر احنا عايزين برضو نشوف هذه المحاولات والتفسيرات وكل واحدة ما يكلمني في حاجة يقول لي حيطبقها ازاي وعلى حساب ايه ترجمة نانسي قنقر